السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة برضو شوية معلومات كده سريعة على الماشي أتمنى الفيديو ينالي أعجبكم تبخلوش علي بلايك وباشتراك وبشير للفيديو هنتكلم النهاردة عن الفرق بين الفرن الكهرباء والمايكرويف ناس كتير بتخلط في الفرق بينهم بيبعتوا يسألوني نشتري فرن الكهرباء ولا نشتري مايكرويف إيه الأفضل في ناس كتير بعدتلي السؤال ده السؤال ده ممكن يبدو للبعض غريب لكن في ناس كتير عندها غلط الموضوع مايعرفوش ان فرن الكهرباء والمايكرويف مش متفقين في اي حاجة خالص او مش شكل بعض في اي حاجة فرن الكهرباء ده زي بالضبط فرن البوتاجيز نقدر نسوي فيه كل الاكل اللي احنا عاوزينه نقدر كمان نعمل فيه ثواني طواجن اي حاجة نقدر ان احنا مثلا نعمل فيه صنية الرز المعمر صنية المكرنة بالشمال نقدر نعمل فيه مختلف الاكل زي ما بنعمل في فرن البوتاجيز بالضبط طيب بالنسبة للميكرويف الميكرويف للتسخين عملتي خضار وبيت عندك لتاني يوم او اه اتأخرتي في اكله فبرد بتدخليه بالطبق بتاعه جوه الميكرويف بيسخن لدرجة حرارة اللي انت عاوزها وبتطلعيه بيبقى جاهز على الاكلك كأنك لسه عاملا دلوقتي حالا لو عندك اي حاجة بردت بتقدري تسخنيها لو عندك شاي قهوة برد قبل ما تشربه لو انت حابة طبعا تسخني حاجة في فرن الكهرباء عادي مفيش مشكلة بتدخليها طبعا بالصانية بتاعتها او بالحلة بتاعتها وبتسخنيها فيه ما بيدخلش في ما بندخلش اللباقي الازاز جوه فرن الكهرباء زي ما بدخلها جوه الميكرويف الميكرويف يعتبر للتسخين فقط ناس كتير بيختلط عن الموضوع نقدر نطبخ فيه ممكن تملي فيه حاجات بسيطة جدا يعني ممكن بدل ما تعملي بطاطس مهروسة على البوتاجيز تسلقي بطاطسية جوه الميكرويف تحطيها كده في طبق فهتستوي من غير سلق ممكن ان انت تعملي حاجات بسيطة كيكت مج حاجة كده على قد كنت حاجات بسيطة خالص تقدري تعمليها ما بنصحش اصلا بالطبخ فيه بس هو بيفيد جدا وبينجز الوقت فيه تسخين الطعام بطريقة فضيعة بيرجع الاكل كأنه لسه معمول مفيش اروع ولا افضل من كده بدل ما تيجي تسخني كده يتحرقوا منك والله يشيتوا لا بيتسخنيها في الطبق وبيبقى موضوع سهل جدا ده الفرق بين الاتنين واتمنى الفيديو يكون للاعجبكم لا تبخلوش عليك واشتراك وشير للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة